بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعبوث الرحمن الرحيم كيف يكتب لك براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق وتصبح رجلا يمشي من أهل الجنة يمشي على الأرض بعمل يسير يحتاج منك صبر لمدة 40 يوم بس يحتاج منك صبر لمدة 40 يوم بس الرياء أو النفاق أو الشرك الخفي سرطان الأعمال الذي يدمر الحسنات ولا يوم انسان يقع في الرياء وفي الشرك الخفي أنه أخفى من دبيب النملي لكن الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم عكف عليه الصالحون من زمن التبعين حتى الآن نلقى الله سبحانه وتعالى بقلب خالي تماما من النفاق ومن الرياء كيف يقول في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم 들어�理نا يقول في الحديث يقول في الحديث ألأوا نبئكم بأخوة في عليكم عندي من المسيخ الدجال قلنا بلى يا رسول الله قال ذاك الشرك الخفي شرك السرائر يصلي الرجل جاهدا فيحسن صلاطه يصلي الرجل جاهدا فيحسن صلاطه من نظر الناس إليه يعني إيه الكلام ده يعني الرجل يكون بيصلي فيحسن صلاطه عشان عارفين فيه ناس بصاله لكنه لما يكون لوحده ما بيحسنش الصلاة زي ما الناس يكون بيصلي فأبواب الشرك الخفي ده اللي هو أخفى من ده بيم النمل لا تحصى زي كالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا هذا الشرك الشرك الخفي الشرك السرائر قال 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 يقوم الرجل فيزين صلاطه جاهدا من نظر الناس إليه فإنه أخفى من ده بيم النمل فالشرك ده أو زلك خشاقه الإسامة بن تايماية بقول لا يكاد أحد ينجو من هذا الشرك أو من هذا الرياء اللي هو زي نحن نقول ففيه لس كتير وطبعا أكثرهم من هذا الزمن سألقوا الله سبحانه وتعالى وفيه قلوبين من فاق هيفاجأ يوم القيامة ووصدم أن فيه أعمال كثير لم تقبل لأنه كان فيه خلل فيه الإخلاص أو لأن الإخلاص بشتام لأنه فيه نسبة رياء أو فيه نسبة نفاق والعزو بالله لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا اللي نعمل لو إحنا عملنا سننجو من هذا من هذا من هذه المصيبة خلي ما يكون رسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه خايف علينا منه أكثر من فتة مسيخ الدجال فتة مسيخ الدجال اللي أعظم فتنة من ساعة مخلق آدم لغاية أطم الساعة لذلك ربنا صلحت أعلى بيقول إيه في كثير من الآيات ما قالش من عامل حسن ما قالش من عامل حسن لأن كثير من الناس هيعمل حسنة لكنه لن يأتي بها من القيامة حضيها حضيها في الطريق إما أنها تحبط بحسن بسيئات عملها أو لأن كان فيه خلل في الإخلاص أو أي شيء اللي نجيك من الموضوع ده حاجة واحدة بس إن أنك كتب لك براءة من النفاق براءة يولا ما تكتب لك براءة من النفاق بتاخد براءة من نسبة 100% يبقى القلب والقلب بينقى من النفاق تماما من نسبة 100% أي عمل تعمله بعد كده تضمن أنه خالي من النفاق من النفاق من نسبة 100% وتضمن أنه مجمون بإذن الله 100% إلا إذا كان لا يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتعمل بدعة أو بتعمل شيء طب نعمل إيه؟ هو ده بقى هو ده موضوع هذا هذا الدرس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من شهد تكبيرة الإحرام مع الإمام أربعين يوما كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق خلي بالكم من شهد تكبيرة الإحرام مع الإمام أربعين يوما كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق يعني إيه كلام ده؟ يعني أنا نيت أربعين يوم تكون واقف في الصف قبل ما الامام يقول الله اكبر تكون واقف الصف قبل ما الامام يقول الله اكبر موت بتربيعين يوم عملت كده بتاخد براءة من النار مش بس بتحارة مع النار بتاخد براءة كمان من النفاق ودي المهمة دي اللي عايزينها اصبحت رجلا من اهل الجنة يمشي على الارض حتى لو بعد كده عملت كبير ضمنت حص الخاتمة وضمنت منزلة العالية جدا في الجنة وضمنت براءة من النفاق ودي اهم حاجة انك انت لو عملت اي عمل بعدها العمل ده يقبل بإذن الله فمنزلة عظيمة جدا 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 عارفين ليه اولا ان تكبيلت الاحرام واحد من الذين شاهدوا بدرا غزوة بدر واحد من اهل بدر قال لي ابنه قال له اشهدت الجماعة قال له نعم قال له ادركت تكبيلة الاحرام مع الامام قال له لا قال له ان ما فاتك من ثواب اعظم عند الله من مئة ناقة سودي العينين يعني اللي فاتك من ثواب اعظم ان الواحد يتصدق بمئة ناقة كلها سودي العينين مثل تكبيلت الاحرام بس يعني لو واحد دخل والامام بيقرأ الفتحة كانه خسر مئة ناقة او خسرت ثواب الصدقة بمئة جمل اوما لو دخل والامام راقع اوما لو دخل والامام في راقع التانية اوما لو دخل والامام خلص الصلاة الجماعة خالص عشان برضو يصلي جماعة قصرت دي عارفين ليه كمان لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممتوا أن أمروا بالصلاة فتقام ثم أمروا رجلا يصلي بالناس ثم أمروا بحطم فيحطب ثم انطلقوا مع رجالوا معهم حزموا من النار فهو خالف إلى أقوام اللي يشهدون الصلاة في جماعة فهو حرق عليهم بيوتهم مقبل قال عليه الصلاة والسلام والحديث صححه أحمد شاكر في المعجم التمراني ولو أنا رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين في المسجد لأجابوه وإنهم ليوضعون إلى هذه الصلاة في جماعة فلا أتونها ولقد هممتوا أن أمر رجل اللي يصلي بالناس ثم أضرمها عليه النارة وما يتخلف عنها إلا منافق لذلك اللي بيحضر بيكون واقف في تكبيرة الإحرام قبل ما يمون الله أكبر أربعين يوم ده دليل على قوة الإيمان ويناقق قلبه تماما من نفاق لذلك عكف الصالحون من أيام التابعين لغاية الآن على تحصيل هذه المنزلة لذلك أنا حاولت مرتين ونجحت في المرة الثالثة في المرتين الأولين عدت شهر كامل وموازم على تكبيرة الإحرام في الخمس صلوات بقى إن جاء حصل عندي زرف قهري فطريت عيد تاني من الأول لأنك لازم توازم أربعين يوم لذلك أنا في المرة الثانية بكيت بكيت بالدموع على المجهود في المرة الثالثة ربنا سبحانه تعالى وفقني وعدت حوالي 88 يوم موازم على تكبيرة الإحرام في الخمس صلوات والله واحد من الناس الذين أحسنهم على خير كان من لبس ناس يتصلي ورايا في المشجد السجد الذين كنت أعمل فيها إماما لما ربنا وفقه وعمل الموضوع ده لموت تربعين يوم أعرفين عمل إيه؟ دبح عجل الله دبح عجل الله وزعه الفقراء من فرحته الشديدة بالحصول هذه المنزلة واصبر أربعين يوم ولما انتهى من الأربعين يوم دبح عجل الله شوفوا عشان تعرفوا قدية فيه ناس عندهم حرص على الخير فيه ناس عندهم قدية حرص على الخير دبح عجل الله وزعه الله لذلك ماذا يضيرك؟ يعني إيه إيه إيه؟ لو أنت يعني لو واحد قالك تعالى تعالى تعملي عمل لموت تربعين يوم حدية مليون جنيه بس هتقوض عندي لموت تربعين يوم كإنك في كشافة أو كإنك في رحلة أو كإنك مسافر في الصحر أربعين يوم حدية مليون جنيه واذا تريدون في مليون جنيه؟ ايه المشكلة عندك لو أنت صبرت لموت تربعين يوم؟ ستصنعي بينsi امرأո وتأقود وافي تجزيع الموت تجبنة الإحرام قبل المهم بال определ management ارميل من الخير من amazing conversations 24 00 wipes وتعاصل هذه المنزلة العظيمة تختب لك براءة من النفاق وتضمن بإذن الله قبول أي عمل بعدها وبإذن الله تصل الفردوس الأعلى لتلقى الله سبحانه وتعالى بقلب خليه تماما من النفاق اللي بيقع فيه كل الناس ده الشرك اتقوا الشرك الخفيف إنها أخفى من دمام النملة الرسول السلام عليكم في الحديث يعني سيدنا عثمان بن عفان جهز تلت جيش الأسرة بمئة ناقة بحمولة مئة ناقة الرسول السلام قال ليه قال ما ضر عثمانا ما يفعل بعد ذلك خلاص لو عمل أكبر الكبائر بعد كده خلاص لا يوجد شعال تضره يعمل اللي هو عايزه أهو أنت برضو لو وصلت المنزلة دي أنك أنت تحافظ تكبيلت الأرحام ربعين يوم ما تخافش من أي حاجة بعدها لا تخاف من صغائر ولا تخاف من كبائر ولا تخاف من النفاق ولا تخاف من أي حاجة خلاص أصبحت رجلا من أهل الجنة يعبش على الأرض طب بالله عليكم إيه يعني إيه المشكلة لما تصبر ربعين يوم هو الناس اللي عملوا كده دول أحسن منك ليه يبقوا أحسن منك فيا ريت لأن النفاق ده خطير جدا الرياق ده خطير جدا ده سرطان الأعمال في ناس كتير جدا هتقابر ربناس من يوم القيامة هتلاقي أعمال كتير ما تقبلتش فده السبيل الوحيد إن أنت تضمن وإلا بقى لو ما عملتش كده لو أنت ما عملتش كده الرسول حسن قال اللي بقيشهد تكبيرت الأحرام أربعين يوم في الجامع مع الإمام ياخد براءة من الفاقي معنا كده يبقى بشهد شي في شك فيه نفاق عنده هو الرسول حسن قال كده يبقى ده السبيل الوحيد بالنسبالك عشان تاخد براءة من النفاق بنسبة مية في المية وتضمن قبل أي أعمال بعدها وتضمن بجإذن الله منزلة عظيمة في الجنة وتصبح رجلا من أهل الجنة يمشي على الأرض فأنا سأكتب لكم الحديث والشرح في الوصف وفي الوصف وتعالي الفيديو انسى خواه هذا الكلام ونشروح ورشهاد العلمي في طوام عظيم لعلم علما فإنه أجرم عاما بيهم القيامة اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد ونساعدوني عشر سنة رباية قولوا قولوا هذا أستخفر الله